الموازنة طلعت مبيوقة سيد حسين مؤنس يقول الموازنة انتقدت باقتها بعضا من القوى السياسية من العجائب ومن الغرائب وليست من المصادفات كل القضايا والقرارات التي تحتاج إلى توافق سياسي أو إلى تصويت من البرلمان العراقي دائما تتأخر ودائما عليها خلافات هذه القصة العجيبة الغريبة التي بقيت من تشكلت الحكومة الأولى إلى هذه الحكومة بعد جد رقمها دائما أكو خلاف وهذا الخلاف يودينا ويغرقنا ويغطسنا ويبللنا وينشفنا ويطلعنا وبعدين كل من يقول لك هذا حقي وذاك يصيح حقي زيان انت ابو حقي حقك انت من والذي مهضوم حقه هو من من زيان انتو مو كلكم يا قوة سياسية يا ممثلي البرلمان مو كلكم انتو تمثلون الشعب العراقي هس الموازنة صار لنا أشهر ما افتهمنا شنو وين اتفقتوا وين اختلفتوا حتى اللي سمعنا ما ندريش صار عليه وياه الثابت وياه المتغير انا اذا ابن العمارة للموازنة من أجل حياة حرة وكريمة وتحقيق الخدمات للشعب العراقي ابو الوليت انت شنت بمدغشقر شنت رايح بكبسولة الى الفضاء يا موازنة من الموازنات اللي احتحققت الرفاهية والكرامة والخبزة للشعب العراقي وينها حسنا نحتي طق بطق وعلى المكشوف وينها يعني يا موازنة اللي حققت باتر التصويت على الموازنة وان شاء الله كل من عده بخد تقر الموازنة او تمشي الموازنة صارت الموازنة وهذا الجدل ينتهي والتهم شوية تأخذوا لكم حطلة لأن تعبتوا تعبتوا خلال هاي الفترة ويرادوا لكم ترتاحون سافرون مئة واربعة وخمسين مليار من أصل مئة وسبعة وتسعين مليار موازنة تشغيلية او تيه 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 مثل ما رح تيجي يدي هل سنوب إحنا لقالقنا ولمخوفنا وراح يخلينا الليلة ننام بدون عشرة الموازنة طلعت مبيوقة سيد حسين مؤنس يقول الموازنة انطقدت باقتها بعضا من القوى السياسية زيلي شون باقت الموازنة عدم الموازنة زي الباطر تصويت على الموازنة دقيت أنا على السيد النابر ده شو طلابت الموازنة اشلون اختفت ومن أيام مدني من أسابيع لأن هذا المشهد السياسي مشوية عيب هسر دقولي شوية مو زحمة قوى سياسية تخاطب شعبها بهاي الطريقة مو علي علامات استفهام مركز والاقلين مختلفين المستقلين مع الزعماء مختلفين الزعماء يردون شكل هسا يقل لك الإطار قاعد راح يجتمعون دائما هاي اللمسة الأخيرة شنو هاي اللمسة الأخيرة والله أنا حرتب هاي اللمسة الأخيرة أو توافق اللحظات الأخيرة اشتركوا في القناة